بسم الله الرحمن الرحيم المريمية نوع من التوابل وبتدي نكهة وريحة وطعم جميل لما بتتحط على اي اكل المريمية انواع مش نوع واحد وبتتزرع تقيم في كل بلاد انما اكتر الانواع المشهورة بتتزرع في سربيا والبوسنا والبانيا وامريكا واسبانيا العجيب في المريمية انها تقال عنها انها ممكن يكون لها عشرات وعشرات الفواج الطبية والصحية حقاك كتير جدا حقيقة في نفس الوقت اللي عليها برضو التحذيرات وخوف من استعمالها في حالات كتيرة او استعمالها بكترة والمدة الطويلة المريمية فيها عناصر غذائية مفيدة بالفعل يعني زي بيتامين اي بيتامين سي بيتامين بي ستة وبيتامين اي ومعادن زي الحديد والماغنسشم والكالسيوم والزينك والمانجانيز والنحاس انما بتتميز عن غيرها من التوابل ان فيها بيتامين كاف يعني بنسبة كبيرة وفيها اكتر من مية وستين مضاد للاكسدة الرقم يعني في واقع الامر صعب اوي اوي نلاقيه في اي عنصر غذائي تاني المريمية بتنتمي لفصيلة وعلة النعناع يعني زي النعناع والرحان والرزماري والزعتر وكلها فيها خصائص مشتركة كتير كعالة بقى واحدة يعني المريمية لما تتحطي مع اللحوم وهي بتتطوغ بتخليها تستوي بسرعة وفي زمن اقل من العادي وبدرجة منحوظة كمان وبتتحط على السلطة والمخللات والجبنة والعيش الفينو والبتونساليه وما شابه يعني وممكن تتحط على اي اكل مناسب يمشي معها اهل الرومان والاغريق زمان كانوا بيستخدوهم المريمية كعلاج لعضة التعابين ولتنشيط العقل والجسم اما في العصول الوسطى الناس كانوا بيستعملوها زي الشاي الكشري كده يعني علشان يعالجوا بيها في نزلات البرد والحمة ومشاكل الكبد وحالات الصرعة انما لو بصينا على مدار التاريخ كله هنلاقي الناس كانوا بتعتقد اعتقاد راسخ والدرجة اليقين في المريمية انها ممكن تشفي من اي حاجة ومن كل حاجة وبالفعل كانوا بيستعملوها بقى في امراض الجهاز الهضم زي سوء الهضم والانتفاخ والغازات والتهابات المعدة والحموضة والارحة والاسهال وفقدان الشهية واللي عنده زي افراز العرق او اللعاب والسكر والكوليسترول وخلل في الدورة الدموية والزيادة اداء المهارات الزهنية والعقلية والاكتئاب والالزهايمر وعدم الشعور بالالم خاصة بعد العملات الجراحية والالم الدورة الشهرية وتقليل كمية اللبن عند اللي بيرضعوا رضاعة طبيعية ويكون لبن عندهم يعني كتير وازجاد عن اللزوم وسرطان الرئة وقرح الفم والتهابات الليسة واللسان واللوز والزكام وحروق الشمس والازمات الربوية الموضوع الكبير او الحقيقة والليسة طويلة وعريضة يعني مكفية اول حد كده عشان محدش هزأ مننا ومن بركات المريمية العجيبة دي انما بتوعية الحال الابحاث العلمية بيبقى لها كلام تاني خالص غير الكلام الشعب المتوارس ده من جيل لجيل مهما كان الاعتقاد والامام به خاصة بعد الثورة الدوائية الرهيبة اللي محدش يقدر انكلها في الحقيقة يعني في الغالب بيلاقي دواء واحد بيعالج مرض او مرضين بالكتير وحاجات محددة انما مش حاجة واحدة نستعملها علشان نعالج بها تسعين مرض كلام طبعا مش منطقة على الاطلاق ولا واقع في نفس الوقت من ناحية تانية هللاقي ان الابحاث اللي تعاملت على المريمية قليلة جدا يعني النتائج بتاعت الابحاث دي حتى لو كانت في صف المريمية ما ينفعش يكون لها الكلمة النهائية في المسائل الطبية دي انما على اي حال الابحاث القليلة اللي تعاملت على المريمية قالت ان ممكن ممكن الى حد ما يكون لها تأثير ايجابي على بعض الامراض والحالات زي الألزهايمر والسكر والكوليسترول وتحسين الزاكرة والاداء العقلي والزهني ومن عارف يمكن في المستقبل ان شاء الله تتعمل ابحاث كفاية على المريمية ويأكدوا فعلا فويضها اللي تغنينا عن يعني عشرات الادوية المريمية فيها مواد كيموية ممكن تعمل اثار سلبية وممكن كمان تكون سامة للواحد لو استعمل المريمية بكميات كبيرة وبصورة يومية علشان كده المفروض ان الكمية المأمونة بتبقى حوالي نص جرام كل يوم نص جرام بس والفترة بسيطة ونبطلها شوية ونرجع لها بعد كده وهكذا يعني وده لان المركبات الكيموية اللي في المريمية ممكن تعمل تشنجات وتلف خلايا الكبد والجهاز العصبي وممكن تعمل اجهاد لوحدة حامل وتقالل اللبن عند اللي بيرضعه رضاعة طبيعية احنا قلنا المريمية انواع وفي منها انواع ممكن تعلي الضغط وانواع تاني ممكن توطي الضغط طبعا دي مشكلة على الاساس اللي بيستعمل المريمية مش عارب هو بيستعمل النوع ده ولا النوع ده بصفة خاصة للي ضغطه عالي او ضغطه واطي المريمية ثبت في بحث اتعمل عليها انها ممكن او تأثر على مستوى السكر في الدم بتوطيه يعني وبالتالي اللي عنده سكر وغاوي اوي مريمية ياخد باله من مستوى السكر عنده برضو المريمية ثبت برضو ان لها تأثير مهدئ ومنوم يعني اللي بينام بالمهدئات يبعد عنها وإلا الواحد في الحال دي هينام اكتر من لازم بكتير اوي يعني الخلاصة بتقول اننا عاوزين نستعمل المريمية مفيش مشاكل كمية زي ما قلنا ما تزيدش عن نصف جرام في اليوم واللي عنده شكوى او مرض من المريمية ممكن تأثر عليه باي شكل يبقى بلاش منها احسن والطواب اللي ممكن تدي التأثير بتاع المريمية كتير اوي سواء بقى في النكاة او الريحة او الطعم والمثل بيقول يعني الباب اللي يجي لك منه الريح سده استريح وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته